بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه ثقتي وأستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصد الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي أنزل الله عليه الكتاب المبين فاجعله نورا وهدى للعالمين الله صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بكتاب عزيز وجعل عزها في كتابها فإن العزة لله جميعا باتباع هذا الكتاب وإن الأمة إذا أرادت العزة والرقية فلا بد أن تتبع هذا الكتاب العزيز حتى تكون عزيزة بين الأمم وحتى تكون عزيزة في الدنيا وفي الآخرة إن من أعظم نعم الله علينا أن أنزل علينا هذا الكتاب نتلوه ونتدبره ونعمل به هذا الكتاب الذي هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المعجز في لفظه ومعناه وهو المنقول إلينا بطريقة التواتر ولا مجال للشك فيه فإن الله حفظه بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو محفوظ في اللوح المحفوظ ومحفوظ في صدور الحافظين وهو محفوظ إلى يوم الدين هذا الكلام العزيز المحفوظ في اللوح وفي الصدور علينا أن نعتني به علينا أن نتلوه حق التلاوة علينا أن نتدبره علينا أن نتعلق به فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقال لصاحبي القرآن يوم القيامة اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها صلى الله عليه وسلم حيث بيّن أن أعلى الدرجات تكون لأكثر الحافظين لإن منزلة العبد يوم القيامة على قدر حفظه وتلاوته للقرآن الكريم والمقصود إقرأ ورقة والمقصود طبعا للحافظين فلا مجال لوجود مصاحف إلا صحيفة الأعمال ولا يمكن أن نقرأ من المصاحف لأن هناك قلت لا توجد إلا صحيفة واحدة وهو صحيفة الأعمال وإن من المقصود بالحفظ هنا هو ما يحفظه الإنسان في قلبه أو في صدره وما وعاه في الدنيا ويرجع إليه يوم القيامة ومن رحمة الله أن جعل حفظ القرآن غير واجب على كل المسلمين فهو كما قال علماؤنا هو فرض كفاية لابد أن يوجد في الأمة من يحفظ القرآن لابد أن يوجد فيها من يحفظ القرآن أو من يحفظ القرآن عن ظهر قلبه لماذا؟ ليبقى السند ليبقى التواتر متواصلا جيلا بعد جيل ذكر علماؤنا أن من شرط صحة الرواية هو أن تكون متواترة أي أن يتصل سندها برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي أنزل كما قال صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه والمقصود بالسبعة أحرف هي لهجات مختلفة عند القبائل العربية ونزول القرآن بسبعة أحرف هو رحمة وتخفيف على هذه الأمة التي اختلفت ألسنتها فبعض العرب ينطقون مثلا بالفتح والبعض الآخر ينطقون بالإمالة والبعض الآخر ينطقون بالإدغام والبعض الآخر بالإظهار وجرت عادة العرب أنهم لا يتركون لغتهم يتشبثون بها ويتمسكون بها فعندما نزل القرآن في بادي الأمر بلغة قريش التي أفصح هي أفصح من اللغات سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف فأنزل القرآن على سبعة أحرف رحمة بهذه الأمة حتى يستطيع أن يقرأه من يقرأ بالفتح أو بالإدغام أو بالتسهيل الهمز أو بتحقيق الهمز وهذا رحمة وإني وضح منها قول الله تعالى حيث يستدل البعض من الذين يدرسون فيقولون فقرأوا ما تيسر من القرآن المقصود فقرأوا ما تيسر من القرآن في سورة المزمل هو في قيام الليل إنما المقصود فقرأوا ما تيسر منه بحرف من هذه الأحرف الإنسان لابد أن يتقن رواية يتعبد بها وأما بقية الروايات أو القراءات فهو فرض كفاية ليس واجبا على كل مسلم إنما الواجب هو إتقان رواية واحدة لابد أن يعرفها وأن يأخذ سندها وأن يتقنها حق الإتقان فالتجويد أو الترتيل المأمور به في سورة المزمل بقوله تعالى ورتل القرآن الترتيل إنما هو الإتقان وهو إعطاء حروف حقها ومنها لابد من معرفة منها بقية الأحكام التجويدية التي تتعلق بالقرآن لا يجوز لنا أبدا أن نقرأ القرآن من غير تجويد فلابد من معرفة التجويد لابد من معرفة الوقف والامتداء لابد من معرفة منها الأحكام حتى نطبقها على القرآن وحتى يزداد هذا الكلام جمالا وزينة لابد أن نعطيه حقه وحق التلاوة ومستحق ما طبعا الحرف وهذه أمور درسناها وبيناها في أبواب التجويد وأنا المقصود بتسجيل من هذه الحلقات إنما هو يعانة للطالب المبتدي وتذكارا للمنتهي حتى يرجع إلى هذه منها الأحكام أو القواعد التي منها ربما تعينه عنها على زيادة الفهم واستذكار منها الأحكام وأبتغي إن شاء الله بذلك وجه الله وأبتغي رضاه وأرجو أن تكون صدقة جارية يدوم نفعها إلى يوم القيامة و من لا أرى مانعا من نسخها أو من إهدائها أو نشرها طالما كان القصد ابتغاء وجه الله وطالما كان القصد هو نشر ما يعين على قراءة القرآن قراءة صحيحة عنها سليمة لأنه أبدا لا يجوز كما قلت أن نقرأ القرآن من غير تجويد اللهم إلا من كان في لسانه لبنة لا يستطيع أن ينطق نطقا صحيحا هذا معفو عنه وما توارثناه من عادات أن نقرأ القرآن كبقية الكلام هذا طبعا في وقتنا هذا أرجو أن نجتلب هذا وأن نسعى إلى تحصيل هذا العلم أي علم التجويد الذي قد هو ضروري للصغير وللكبير وللرجل والمرأة على حد سواه لأن الأحكام التشريعية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة إلا ما استثنية في بعض الخصوصيات وعندما نزل القرآن وتلقاه الصحابة ثم التابعون من بعدهم تلقوه بأمانة وبلغوه بأمانة وصدق ومحبة وأنا أرجو أن أتحدث عن المحبة محبة القرآن هي التي تجعلك تحفظ القرآن هي التي تجعلك تنشر القرآن تبلغ القرآن صدقوني لقد عملت في كثير من المجالات ولم أجد أحلى ولا أغلى من خدمة القرآن المولو سبحانه وتعالى يذكر في سورة ثاطر قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا إنه حقيقة اصطفاء وجتباء من وفقه الله لخدمة القرآن إن فإنه يشعر بسعادة وبعز وبطمأنينة لا تعادلها طمأنينة أخرى لماذا؟ لأن هذا الكلام هو كلام الله كلام خالقنا وكلام رازقنا وكلام من صورنا و صورنا في أحسن تقويم هو الذي يعلم سرنا وجهرنا وهو الذي يعلم ما يصلح أمرنا في الدنيا وفي الآخرة ولهذا طوب طوب لمن سعى في خدمة القرآن طوب لمن أرشد غيره إلى طريق القرآن طوب لمن بذل جزءا من ماله في تعليم القرآن قلت الصحابة والتابعون خدم القرآن خدمة صادقة خدم القرآن خدمة سليمة صحيحة وبعد ذلك أتى من بعدهم عصر كعصر الإمام الداني والشاطبي وابن الجزري هؤلاء كذلك خدموا القرآن ونشروا القرآن وحافظوا على طرق طرق عنها القرآن فهنيئا لهم ورحمهم الله ورحمة واسعة ونحن إذ نقتفي إن شاء الله أثرهم واجب علينا أن نبلغ هذه الرسالة لأن لأننا مأمورون شرعا بتجليغ هذا القرآن لابد أن نبلغ هذا القرآن للصغير والكبير والقافي وللداني على حد السواء لابد أن نجتهد في تبليغه والتبليغ لابد لابد أن يكون عارفا لابد من الشروط المبلغ أن يكون عارفا وأن يكون متقنا حتى لا يبلغ بالأخطاء حتى لا يبلغ خطأ وحتى يحافظ على ما تلقى وهؤلاء الأعلام وهؤلاء الأئمة قلت الذين خدموا القرآن والذين جازاهم الله عنا خيرا من أشهرهم قلت الإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري واعتناء العلماء قديما وحديثا وألفوا مؤلفات وخدموا منهاء القرآن حقيقة ومنهم ابن مجاهد رحمه الله الذي اختار من القراء سبعا وبدأ بأولهم وهو الإمام نافع المدني وبدأ بأولهم وهذا الاختيار هو ما رآه ابن مجاهد في هؤلاء الأعلام من إتقان ومن ثقة ومن معرفة فاختارهم على ما سواهم وإن كان غيرهم كثر المجيدون للقراء كثيرون هم ولكن ابن مجاهد اختار منهم سبعا وبدأ بأولهم وهو الإمام نافع إمام دالي الهجرة الإمام هذا جدير بلا أن نقف عنده وأن نذكر عن قصة حياته لماذا لأنه كان عالما وكان صالحا ونقل إلينا هذه القراءة فأعرفه وهذا التعريف كنت جمعت تعريف لإمام نافع وقالون وأحكام التجويد في كتاب أرجو أن يكون نافعا لطلبتنا وسميته الخلاصة السلسة لإصول قالون وورشع نافع المدني وأذكره الآن فأقول هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم وأصله من أصبهان ونأقف عند هذا المكان الطاهر الطيب اللي هو في بلاد فارس في إيران اعتناء المسلمون بالقرآن عربا وفرسا وعجما فالقرآن هو ليس للعرب فقط وإنما هو للناس جميعا وهذا الإمام الثابت الصالح العالم قلت أصله من أصبهان مما يدل على اعتناء غير العرب بالقرآن الكريم أصله من أصبهان كان رضي الله عنه عالما صالحا وخاشعا ومجاب الدعوة كان مستجاب الدعاء عندما يدعو يستجيب الله له لماذا للتقوى ولصلاحه كان إماما في علم القرآن والعربية وهذه إشارة مهمة أن التجويد وعلوم القرآن لابد أن تكون مع علم العربية لا يمكن أن ينفك أو ينفك علم التجويد والقراءات عن العربية فهما لابد فهما أخوان فلابد من معرفة التجويد وعلم العربية معا قال أما الناس في الصلاة بالمسجد النبوي ستين سنة كان إماما في هذا المسجد المبارك المسجد الذي تشد إليه الرحال المسجد الذي الصلاة فيه بألف صلاة هو أما الناس فيه ستين عاما وكان رحمه الله كانت له منقبة وكانت له كرامة قال كان عندما يدرس أو يقرب الطلاب تشم منه رائحة المسكي فذات مرة سألم أحدهم أو أحد الطلب عن سر ذلك فقال له أو كلما جلست تقرئ لا تتطيب فقال لا لا مست طيبا فما السر في ذلك قال إني رأيت في المنام رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في في فمن ذلك الحين تشم منه رائحة المسكي هنيئا له في هذه الكرامة أول شيء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تكون إلا للصالحين ثم قراءته صلى الله عليه وسلم فيه فهذه كذلك كرامة منها يا لها من كرامة نسأل الله أن يتكرم علينا بالفتح والتوفير قال قرأ على سبعين من التابعين قرأ على سبعين من التابعين وقرأ على الإمام مالك الموطأ نافع قرأ على الإمام مالك صاحب المذهب كتابه الموطأ وقرأ عليه مالك القرآن فكل منهما تميذ للآخر وهنا يأمن نستخلص عبرة لها عدم الاستكبار في طلب العلم فمهما أوتيت من العلم فإنك أوتيت قليلا فلابد من أخذ العلم عن صاحبي العلم مهما كان سنه ومهما كانت درجته لابد من التواضع قال انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة وأجمع الناس عليه بعد شيخه أبي جعفر ولد سنة سبعين للهجرة وتوفي بالمدينة المنورة طبعا دفن بالبقيع سنة تسع وستين بعد المئة الأولى هجريا طبعا فرحمه الله رحمة واسعة هذا الإمام قلنا درس عديد الطلبة وأقرأ الكثير ولكن كما نعرف أن دائما في المجموعة لابد أن يتفوق البعض على الآخر فمن جملة المتفوقين بهذه المجموعة التي يدرسها الإمام لافع برز إمامان جليلان هماء الإمام قلون والإمام ورش و كنا المتقنون هم كثر ولكن المتفوقين منهم هما الإمام قالون والإمام ورش والإمام قالون كذلك لابد أن نعرفه ولابد أن نعرف بعض المصطلحات فما ينسب إلى الإمام قلوا قراءة فقلوا قراءة الإمام نافع وما ينسب إلى تلميذه قلوا رواية فنقول رواية الإمام قالون عندنا مصطلحات ثلاثة أي القراءة ما ينسب إلى القارئ والرواية ما ينسب إلى الراوي والطريق هو ما ينسب إلى الطريق ما معنى الطريق قال هو الآخذ عن الراوي وإن سفل وإن سفل بعد الراوي كله يعني يسمى طريق الآخذ عن الراوي إلى معنى زمان هذا يسمى طريقا والإمام قالون عندما نعرفهم إذن الاسم الأصلي هو عيسى ولقبه قالون فنحن عندما نقول رواية قالون هو اللقب لأن الاسم هو عيسى لقب بقالون لجودة قراءته قال فإن كلمة قالون بلغة الروم تعني الجيد الجيد وقد ذكر الإمام المحق ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر أنه سمع بنفسه الروم ينطقون بها على عادتهم في إبدال القاف كافا إذن قالون هي ليست عربية منما أدخلت إلى المعجم العربي و قالون عندما تعني الشيء الجيد هو لقب للإمام عيسى بن مين لقبه به شيخ هو بجودة قراءته وهذا عبارة عن وسام ذهبي عندما يقول الشيخ لتنميذه أنت لك قراءة جيدة فهذا فخر واحتزاز ووسام من أكبر الأوسمة يفتخل به طبعا الطالب فأصبح يعرف بقالون عيسى بن مين قالون وكان قالون قارئ المدينة ونحويها قال وكان أصم لا يسمع البوق كان أصم لا يسمع البوق فإذا قرئ عليه القرآن سمعه حرفا حرفا وهذه كذلك كرامة من الكرمات لأن المعجزات هي خاصة بالأنبياء وأما الكرمات فيعطيها المولى سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الصادقين قرأ على الإمام نافع سنة خمسين بعد المئة الأولى هجريا واختص به كثيرا حتى قيل أنه ربيب أي ابن عنها زوجه قرأ عن نافع قراءته غير مرة وكتبها عنه هنا ثم نقطة كيف أحب لوضحها هو عدم الاستعجال في تحصيل العلم الإمام قالون قل صبر في طلب العلم وقرأ على شيخه عديد المرات وكتبها القراءة كتبها عنه حتى قال لو ذات مرة كم تقرأ علي اجلس إلى الصوانة في المسجد حتى أرسل إليك من يقرأ عليك هذا إذن طبعا بتعليم عبارة عن إجازة أي أنك يقالون أصبحت قادرا على تبليغ هذا العلم فاذهب إلى ذلك المكان إلى الصوانة ونقل عرصة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك وهذا طبعا شرف وإذن وهنا أريد أن نستخلص معنا حاجة هي لابد من الإذن ببلغ هذا العلم لابد أن يأخذه عن شيخ ولابد له من إذن القرآن وتبليغ هذا العلم لا يمكن أن يؤخذ من الكتب فقط لابد أن يدرسه عن شيخ عارف متقن حتى يبلغه تبليغا عنه صحيحا لابد أن نصبر على طلب العلم لابد أن نأخذ هذا العلم بجدية لابد أن ننصح فيه لابد أن نصبر لابد أن نصبر وكان موليده رحمه الله سنة عشرين بعد المئة الأولى وتوفي سنة عشرين بعد المئة الثانية تجريا رحمه الله ورحمة واسعة إذن عاش عن قرنا من الزمن وهذا طول العمر في عبادة المولى سبحانه وتعالى هو فضل من الله لأن من يعيش كثيرا ويعمل صالحا يكون له في ميزان حسلات وأما من يعيش كثيرا ولا يعمل الصالحات فإنه وبال عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله سند رواية الإمام قالون لأن الصحابة عندما تلقوا هذا القرآن من ثمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئ البعض منهم بما لا يقرئه للبعض الآخر فانتشر الصحابة وبلغوا وخرجوا للتبليغ هذا الدين وكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بلغوا هذا القرآن للتابعين والتابعون بلغوا هذا القرآن لتابع التابعين ولمن بعدهم ولكن هذا الخلاف أو هذه الأوجه في القرآات هي كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حالثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سيدنا عمر بن الخطاب الشديد في الحق سمع هشام بن حكيم يقرأ في صلاته بشيء من القرآن لم يعهده سيدنا عمر لهو السهر النبي صلى الله عليه وسلم ومقرد منه لم يسمح فغضب سيدنا عمر قلت الشديد في الحق ولكنه انتظر هشام بن حكيم حتى يسلم وقال ولذبه بردائه أي أخذه بردائه طبعا من شدة الغضب بأنه لا يرضى أن يحرف القرآن لا يرضى أن يقرأ القرآن بما قرأ به نبي صلى الله عليه وسلم فعندما قال له هشام المحكيم إنه أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام فقرأ الموضع الذي قرأه في صلاته دون زيادة أو نقصان فقال رسول الله عليه وسلم هكذا أنزلت بهذه الأيات التي قرأتها يا هشام هكذا أنزلت اقرأ يا عمر فقرأ سيدنا عمر الموضع الذي قرأه هشام حكيم بما عهده أي بما يحفظه نفس الموضع فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ونشر الصحابة هذا القرآن قتل من بعدهم ونجد الروايات أو القراءات متسلسلة إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قراءة أو رواية متواترة ثابتة هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما نقول سند الرواية هذا يجرنا إلى شيء مهم هو لا يمكن أن يؤخذ القرآن من المصاحف فقط لا يجوز لك أن تقول قرأت على المصحف أو حفظت بالمصحف إذا أردت أن تحفظ من المصحف فاحفظ ولا بد ولكن لا بد من مراشعة حافظ وشيخ عارف حتى يتصل السند وحتى يكون السند متصلا قاء أراوي عن أراوي أو حافظ عن حافظ ولا يمكن أن يكون حافظ أن يكون حافظ عن مصحف ومصحف عن حافظ فهذا لا يمكن فلقول رواية الإمام قلون عن نافع عن أبي جعفر يزيد من القعقاع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن أمين عن الأمين جبريل عليه السلام عليه السلام عن رب العزة جل جلال هذه رواية رواية الإمام قلون هي متصل سندها برسول الله وكل رواية أو قراءة لابد أن يتوفر فيها هذا الشرط الضروري لابد أن يكون السند متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما أنصح به أن يكون الحافظ لكتاب الله آخذا عن شيخ عارف وأن يقرأ عليه وأن يكون الشيخ مرشدا ومعينا له على الحفظ ومبينا له الأخطاء التي ربما يقع فيها حتى نسائم في إتقان كتاب الله وحتى نكون من الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يدونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به جعل الله أيكم من المؤمنين الصادقين من العاملين المخلصين من القارين ومن التالين لكتاب الله الصادقين إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي رضي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين